مرحبا بكم مشاهدين العزاء نحن اليوم أمام جمعية القصار القامة حيث تطب هذه الجمعية نحو 400 شخص من هذه الشريخة لنتحدث عن ظروفهم ومصاعبهم ومشاكلهم في الحياة اليومية كنوا معنا في هذه الجمعية التقينا رئيسها السيد دلشات الذي تحدث لنا بنوع من المرارة حول ظروف هذه الشريحة من النواحي المعيشية والاجتماعية إن هدف الجمعية هو الدفاع عن حقوق قصار القامة وتحسين يوضعهم لا شك أننا نريد الاعتماد على أنفسنا أعدادنا تصل إلى حدود 450 قصير قامة في أربيل ونسبة الإناث هي الأكثر من الذكور وغالبا ما نقوم بدورات للعظاء من أجل الاندماج في المجتمع ونسعى لكي يكون لنا تمثيل في البردمان الكردستاني لقد تمكننا خلال الأعوام الماضية من توفير فرص عمل لعدد من قصار القامة في الدوائر وشركات المحلية وقد خصصت حكومة قليم كردستان رواتب شهرية لقصار القامة تتراوح ما بين 150 إلى 250 ألف دينار قرابة خمسة ألاف شخص من قصار القامة في إقليم كردستان يجاهدون وبكل السبل المتاحة لإثبات حقوقهم وكسر الحواجز التي تمنعهم من الاندماج في المجتمع وممارسة دورهم مثل الآخرين فهم لديهم حقوق على المجتمع الذي يعيشون فيه ولعل من الخطأ انتهاك حقوقهم وهضمها بعكس ما ورد في الدستور الاتحادي رقاؤنا الآخر كان مع العطوي في الجمعية خاتون محمود وكان لديها آراء وملاحظات حول حياتهم الاجتماعية يمكن أن توصف بالمتاعب من أجل حياة أفضل مشاكلنا ومتاعبنا كثيرة وربما يطول الحديث في هذا الموضوع هل يعتقد أحد أن راتب 150 ألف دينار تكفي للمعيشة خلال شهر؟ من ناحية أخرى نعاني في حياتنا داخل المطاعم في سيارات الأجرة في مجال أعمالنا كل شيء متعب في حياتنا التنمر، التمييز للأسف يشبه إلى حد بعيد التمييز على أساس جنس والعرق والدين كثيرة هي الكتب والمناشدات التي صدرت عن جمعية قصار القامة ناشدوا من خلالها المؤسسات الرسمية والإنسانية من أجل الوقوف معهم وما زالوا يسعون من أجل إصال صوتهم حتى تستمع إليهم تلك الجهات وتنتشلهم من واقعهم الحالية أعزائي المشاهدين عرضنا عليكم أهم المشاكل التي تعاني منها هذه الشريحة نتمنى من الحكومة والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني والجهات المعنية أيضا أن تهتم بهذه الشريحة لمستقبل أفضل وحياة أفضل لبرنامج لسامات زاقروس زاوين حسين أربي إلا ترجمة نانسي قنقر